الفيديو ده مهم لإنه بيبين مسؤوليات كل حد كل حد يتعرض ليه التعرض للأذى أو للمعكسة أو للتنمر أو للتحرش عليها أو عليه مسؤولية إنه يقدم شكوى كمان جهة الإدارة لازم تاخد ده بجدية شديدة والقصة ما بقيتش صعبة يا جماعة يعني لو إحنا عايزين نساعد بعض وكلنا نشتغل وكلنا نبقى منتجين لازم كلنا نتأكد إنه أماكن العمل كلها من الجميع علشان كده تعالوا نشوف الإنفو جراف ده اللي بيتكلم على طرق الشكوى للي مش عايز شكوى رسمية أو شايف إنه صعب يدخل في إجراءات معقدة في طرق للشكوى غير الرسمية تعالوا نشوفها ونتكلم الشكاوى غير الرسمية طريقة غير رسمية لحل شكوى التحرش بالتقدم إلى اللجنة لطلب الوساط بين كل الأطراف المعنية ويتم ذلك بالنصح والمشورة وفي سرية تم في هذا الوضع يكون الوسيط بين الأطراف هو موظف الشكاوى الذي تم تدريبه على التعامل مع قضايا التحرش الجنسي ولديه القدرة على بدء تحقيقات رسمية هذه الآلية في التعامل مع قضايا التحرش هي الأقل تكلفة وربما الأكثر فاعلية بشرط أن يعمل الوسيط بين الطرفين على حل النزاع ويكون كلا الطرفين أيضاً راضون عن الحل من خلال اتفاق غير رسمي يجب أن تبدأ هذه الآلية فوراً بعد طلق الشكوى ويتم إنهائها في خلال شهر إذا جاءت نتائج التفاوض غير مرضية للطرفين سيكون من الضروري في هذه الحالة تقديم شكوى رسمية إذا حاول أحد الأطراف التعامل مع الآخر بطريقة انتقامية يجب مراقبة ذلك بدقة شديدة وفقاً للتقارير وتقييمات ومتابعة آداء العمل وبالنسبة لأليات تقديم شكوى غير رسمية فإنه إذا رغب أي موظف أو طالب في تقديم شكوى غير رسمية يمكن أن يتصل بموظف الشكاوى عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو مقابلته شخصياً أو التواصل كتابة يجب على موظف الشكاوى أن يتعامل مع الشكوى بطريقة دقيقة دون تفضيل أي طرف من الأطراف وأن يقوم باختار المقدم ضده الشكوى ويخبره أنه وسيط للطرفين من أجل التواصل لاتفاق مرضي إذا احتاج موظف الشكاوى أي مساعدة بخصوص الأدلة في التحقيق فلديه الحق في طلب ذلك رسمياً وإذا تم رفض إعطاؤه هذه الأدلة يجب فوراً أن يبدأ تحقيقاً رسمياً الشكاوى غير الرسمية طريقة داخلية لمساعدة كل أماكن للعمل أنها تفهم كويس الخلل اللي في بيئة العمل وتبدأ تشتغل عليه يعني الهدف ما هواش بس إرضاء أو حل المشكلة على المستوى الفردي الهدف أننا نساعد في تطوير أماكن الشغل بتاعتنا لكن كمان اللي شايف أن الشكوى غير الرسمية ما هيش كفاية في طرق للشكوى الرسمية برضو جوه أماكن العمل خلونا نشوف الشكاوى الرسمية يمكن تقديمها عن طريق الضحية أو مندوب عنها وذلك عن طريق موظف الشكاوى رسمياً عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو مقابلته شخصياً أو التواصل كتاباً يجب أن يبدأ التحقيق خلال أسبوع من استلام الشكوى ويكتمل في خلال شهر اللجنة لها الحق في طلب شهادة أشخاص أو طلب أدلة أو معلومات ذات صلة بالحادث من خلال سلطتهم في استدعاء أي شخص وإكباره على المثول أمامها واستجوابه بعد قسم اليمين وطلب الإطلاع على أي وثائق أو أدلة متعلقة بالحادث وطلق أدلة وعرض المتهم أو الضحية على طبيب معتمد وفحصه طبياً إذا لزم الأمر ترجمة نانسي قنقر